اشتركوا في القناة لقوة دفاع البحرين بمعالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الجديد وأهنأه بتوليه مهامه الجديدة متمنيا معالي له ولجميع العاملين في الأمانة العامة دوام التوفيق والنجاح من أجل تعزيز منظومة العمل الخليجي المشترك لتحقيق أهدافها السامية مؤكدا معالي إن بحسب الرؤى النيرة والسديدة لحضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه دائما يتم تعزيز تقوية التكامل والتعاون العسكري بين قوة دفاع البحرين وجيوش دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وذلك إيمانا بما يربط دول المجلس من وحدة الهدف والمصير المشترك